بهدف تفعيل دور الجنوب الكبير وتعزيز استراتيجية الأمن الغذائي لقاء وطني يعد الأول من نوعه جمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمستثمرين كبار بولاية الجنوب أول مرة وزير يسمع الإنشغالات التعارف اللحين هو جلس معهم بدون علمهم هذه أول حاجة ثاني حاجة أول مرة وزارة فلاحة من هار يبدأ الدوان الوطني لأراضي الفلاحية أنه يدخل ويستدعي المستثمرين ويستمع الإنشغالات التعارف المستثمرين الكبار خاصة تعالجنوب المستثمرين في مجال إنتاج الحبوب وزرعات إستراتيجية في الأمن الغذائي اليوم سيد الوزير يسمع الإنشغالات الكل وكان حريص باش يهز المعلومات التعارف المستثمرين وهذه المشاكل تاعهم وإنشغالها تاعهم وكان على المباشر فتح المشاكل كلها على المباشر سلاة برمير فال برمير مينيسا يدير عمل كما هذا يعني يلاقي مستثمرين مع الإدارة لأن المشكلة في الجزائر هو الفصل بين الإدارة والمستثمر إبراز فرص الاستثمار المتوفرة في هذه المناطق برؤية جديدة ودراسة العرقيل التي يواجهها المستثمرون مع اقتراح الحلول المناسبة لها من أجل تعزيز التنسيق بين القطاعات الأراضي الفلاحية، رخص العقود، رخص حفر الآبار، العقود كان متوجد معنا ممثلت على الأراضي الفلاحية، ممثلت على مملكة الدولة، ممثلت على وزارة المورد المائية، ممثلت على الوضاس كل مشاكل تحلت على المباشر بار المسالك، الكهرباء، التمويل، التمويل من ناحية غني ما عندهم سري سيتي لازم لهم القازوال، القازوال، لازم لأوتوريزاسيون جاء المفتوح لإنشغالات المستثمر بالدرجة الأولى وكان سيد الوزير أذان ساغية لبعض الحلول وكانت كل المضاراء الموجودين هنا مننا هي إذن نظرة جديدة اعتمدتها الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع الإنتاج الوطني لا سيما في الزراعة الاستراتيجية والعمل على توسيع المساحات المزروعة مع التكفل بانشغالات الناشطين في المجال وتدليل العرقيلة